السلام عليكم علمتني آية آية 31 سورة الأعراف يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد مسجد هنا مفعل بمعنى مفعول يعني عند كل مكان عند كل مكان صلاة عند كل مكان صلاة سواء أنك في البيت أو في المسجد سواء أنك صلاة نافلة أو أنك صلاة فريضة والآن ونحن في بيوتنا أيها الكرام الفضلاء بعض الناس يصلي بملابس النوم من حيث الأصل ما في مانع إذا كانت ساترة للعورة وطاهرة ما في حرج في ذلك لكن تأمل في فعل السلف يا محمد بن حنبل كان عنده ثوب يصلي فيه بدينار دينار يعني كم أربع قرام ونص من الدهب لو كل قرام قلنا بمية ريال يعني ب450 ريال هذا للصلاة مالك بن دينار كان رحمه الله يلبس الملابس العدنية الجياد تميم بن أوس الداري رحمه الله رحمة واسعة كان عنده ثوب بألف درهم للصلاة فيه ابن عمر شاف واحد من غلمانه رضي الله عنه وأرضاه عن أبيه يصلي في ملابس رثة قال لا ليش ما تتجمل في صلاتك قال ما عندي فكساه ثوبين أعطى ثوبين مرت الأيام فوجده يصلي في نفس ملابس الرثة قال له أين الثوبان الذين كسوتكما كسوتك إياه وين الثوبين قال ما احتفظ فيهم قال لا ليش قال أتجمل بهم قال الله أولى أن تتجمل أن تتجمل أتحب أن يراك أحد بمثل هذا الثياب لا فكذلك أنت تحب أنك أنت تجزاك الله خير لما يجيك ضيف ولا يجيك إنسان أن يراك مثل هذا الثياب ما تحب بذلك فالله أولى أن تتجمل له اليوم مالك بن أنس كان إذا أراد أن يصلي صلاة الليل في البيت لابس أفضل الثياب وتعمم وتطيب قال لأني ألاقي مالك الملك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل كما تقول عائشة يشوصفه بالسواك أخذ أفضل الأحوال وأفضل الأمور لينصب قدميه بين يد ربه تبارك وتعالى يقول الشيخ بن عثمين في الفتاة ويقول لا بأس أن تصلي في ملابس النمى إذا كانت طهرة ساتر العولة لكن الأفضل أن تتجمل هل من يارك يقول أنك متجمل قال خراسة الأفضل أن تتجمل لله عز وجل وقال الشيخ محمد المختار الشنقيط وقال الشيخ بن باز وغير واحد من أهل العلم وهذا يكاد يكون اتفاق بين الجميع تجملوا في صلاتكم يرحمكم الله ولو كنتم في بيوتكم وعلموا أولادكم أن يتجملوا في صلاتهم أيضا والسلام عليكم صلى الله عليه وسلم الحمد وآله وصحبه وسلم